اشتركوا في القناة والله رب العالمين ملك يوم الدين وجبار السماوات والأراضين له الملك وله الحمد يوم ينفخ في الصور لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أشهد أن لا إله إلا هو الكبير المتعال وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى ذريته والآل وعلى خلفائه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إذا كان العالم اليوم يهتز من انفجارات في رقعة محدودة وتهوي مؤشرات البورصات العالمية لحدثٍ في شوارع محدودة في مدينة واحدة ويحدث الطرابٌ وزلزلةٌ عند الناس فكيف إذا جيء بجهنم يوم القيامة وأدنيت الشمس من رؤوس العباد وتزاحموا ليس لكل واحدٍ منهم إلا موضع قدميه عندما يرى الناس أشأ السماء فوقهم تتشقق بصوتها المهول لأن سمك كل سماء خمسمائة سنة مسيرة خمسمائة سنة فكيف سيكون صوتها بهذا السمك وهي تتمزَّق وتتشقَّق وتتصدَّع الناس في أمرٍ مهول شيء من فوقهم وأشياء من أسفل منهم وعندما يرون النجوم تتهاوى ويضرب بعضها في بعض وكذلك الكواكب وهذه الانفجارات العلوية العظيمة التي تحدث فوق رؤوس العباد وتنزل الشمس ليعرق الناس فمنهم من يبلغ العرق عقبيه ومنهم من يبلغ إلى نصف ساقيه ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ الخاصرة ومنهم من يبلغ المنكبيه ومنهم من يبلغ عنقه ومنهم من يلجمه العرق الجامل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يتقاتل العالم اليوم على الذهب الأبيض والأصفر والأسود يتقاتلون على الثروات والأموال قال عليه الصلاة والسلام وأخرجت الأرض أثقالها قال تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا تخرج الأرض ما في جوفها من القطع المدفونة أمثال الأسطوانات من عظمها ولكن هل لأحد يقتتل على شيء من هذا؟ هل يلمسه أحد؟ لا الناس مشغولون بالأهوال الناس ليس عندهم دافع لأن ينظر بعضهم إلى بعض عندما يحشر الناس عراتا حفاتا غرلا غير مختونين هذه الجلدة التي يقطعها الخات من رأس الذكر لتظهر الحشفة تعود كما بدأنا أول خلق نعيده هذه الأحوال حفاتا عراتا غرلا بوهما ما معهم شيء فاستحيت أم المؤمنين الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض الأمر أدهى من أن يهمهم ذلك جاء الجواب الأمر أدهى الناس مشغولين وبالرغم مما يكون في الدنيا من انجذاب الذكر إلى نظر إلى عورة الأنثى يوم القيامة لا تميل النفوس ولا تنشغل ولا تمد الأبصار لا تمتد إلى هذا أبدا لأن الناس قد جاءهم ما يشغلهم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض يقول لمن الملك اليوم فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة